ينضم إلينا من الرباط السفير الفلسطيني في المغرب جمال أشوبكي مرحبا بك سعادة السفير أي أخبار تصلك وما هي الجهود التي تبذلونها من أجل إيصال صورة ما يجري سعادة السفير للعالم أولا ما يجري من عدوان همجي إسرائيلي على الشعب الفلسطيني اللازل في قطاع غزة هو عبارة عن جريمة حرب هي جريمة ضد الإنسانية هو تطهير عرقي أنا أعتقد أن الشهادات التي استمعنا إليها من المفوض العام لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة تقول أنه لا مكان آمن في قطاع غزة من موقعي هنا نحن نتابع ونطالب الجميع بالعمل الحثيث من أجل وقف هذا العدوان وقف هذه المجهرة على الشعب الفلسطيني يجب أن لا نتحدث بشيء آخر غيره أولا وقف هذا العدوان وبعد ذلك يمكن الحديث عن فتح ممرات آمنة إدخال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إسعاف الجرحة إلى آخر أنا من موقعي في المغرب الشعب المغربي شعب عظيم نحن شاهدنا مدن المغرب خرج في آلاف المتظاهرين شاهدته كل الأحزاب المغربية المغرب متحد في دعم القضية الفلسطينية ومتحد في رفض العدوان على الشعب الفلسطيني أنني أرى أن هذا العدوان حقيقة لا سابق له حجم العدوان على الشعب الفلسطيني حجم الوبان التي تدمر العقوبات الجماعية التي هي جريمة ضد الإنسانية كل ذلك لم يسبق له مثيل قطع الاتصالات حتى تنفذ هذه الجرائم دون أن يراها أحد شاهدنا أن الجميع العمومية بالأمس كان هناك حضور دولي ربما لأول مرة بهذا الحجم مزراء خارجية ممثلين الدول 120 دولة صوتوا لصالح هدنة إنسانية لصالح وقف هذا العدوان يجب أن تستمع إسرائيل لهذا الإجماع الدولي أمريكا يجب أن تستمع إلى هذا الإجماع الدولي يجب وخف هذه الجريمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني طيب كذلك أريد أن أسألك سعادة السفير الدور الآن الذي يلعب من قبل الولايات المتحدة في ما يجري في قطاع غزة ألا يمكن كذلك سحب الولايات المتحدة إلى الوراء قليلا من أجل أن لا تقدم إدارة جو بايدن على مزيد من الدعم باعتبار أن حكومة من يمين نتنياهو هي مستنفرة بحد ذاتها يعني أعتقد نحن كفلسطينيين هذا ما نتمنى الإدارة الأمريكية دائما منحازة إلى إسرائيل ولكن هذه المرة هي على يمين إسرائيل هي تشارك في الحرب على الشعب الفلسطيني الإدارة الأمريكية هي شريك في الجريمة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ونحن لجأنا إلى أمتنا العربية أنا برأيي أن وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا بالجامعة العربية وبعد ذلك الاجتماع القاهرة وبعد ذلك الاجتماعات والمشاريع القرارات التي قدمت باسم المجموعة العربية هي في حوار مع الإدارة الأمريكية وهناك مصالح كبرى للإدارة الأمريكية مع هذه الدول وهناك علاقات استراتيجية بين بعض الدول العربية والإدارة الأمريكية نحن نريد تفعيل هذا الحشد العربي الذي عمله بشكل جيد ونريد المزيد من العمل من أجل تغيير المواقف الأمريكية لأنه بصراحة على الصعيد الشخصي سعادة السفير اتصلت بأهلك يعني الإدارة الأمريكية المشكلة هناك نعم اتصلت بأهلك سعادة السفير هل تمت نعم أو لا كيف يمكن يعني الاطمئنان يعني أولا جميع الفلسطينيين العائلات الفلسطينية موجودة بغزة والضفة والخارج أنا لدي أربع موظفين بالسفارة جميعهم أهاليهم في قطاع غزة طيب صباح كل يوم أسألهم جميعا ليخبروني ليخبروني شكرا الاتصالات قد انقطعت نعم اتصلت ويعيشوا على أعصابهم أنا قمت بتعزية عائلتين عائلتين فلسطينيتين قمت بتعزيتهم طيب باعتبار من عائل شكرا جزيلا لك سعاد السفير أنا مضطر يعني السفير جمال الشوبكي السفير الفلسطيني في المغرب لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة